بسم الله والحمد لله والصلاة 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 قبل ما تشوف الفيديو متنساش تدعمنا القناة بتاعتنا يا جماعة بنبزل فيها مجهود جبار جدا واي حد شايف القناة هيلحظ المجهود ده بنقدم المحتوى كله مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى عشان ننفع اكبر قدر ممكن من الطلبة حاول توصل الفيديو ده لصحابك تعمل لايك تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وتنشر الفيديو تاخد لينك الفيديو وانشره على الجروبات عندك على تليجرام على واتساب على فيسبوك وانشر القناة لصحابك عايزين يا جماعة نوصل لكل طالب في مصر ما توقفش الخير عندك وانشر القناة ودعمها انت كده بتدعمنا لما تعمل لايك تعمل تعليق تعمل سبسكرايب تعمل شير للقناة او الفيديو انت كده بتدعمنا بتدعم القناة عشان نقدر نكمل وننفع اكبر قدر ممكن من الطلبة صلى على صوت الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي يعلم بالقلم يعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردة شباب نهاردة نذكر مع بعض الدرس الاول عندنا في سنة ثانية اعداري في الواحدة الاولى طبعا هو درس نصائح غالية وطبعا عبارة عن اي يا جماعة درس درس عبارة عن اربع ايات من القرآن الكريم ليه يا جماعة ايات بتاعت سيدنا لقمان هو يعز ابنه سيدنا لقمان كان شخص حكيم بيدي نصايح لابنه طبعا درس سهري جدا وبسيط بيقول لك هنا تعلم او تعلم كيف تجعل الناس يحبونك هتتعلم هنا كيف تجعل الناس يحبوك وكيف تمتلك قلوبهم بافعالك الطيبة واخلاقك الكريمة قد تستطيعوا ماذا كان من النقود ممكن الفلوس تشتري حاجاتي ولكن عليك ان تتأكد ان محبة الناس واحترامهم لن يكون ضمن هذه الأشياء ما يفعش تشتري حد بالفلوس ممكن تخليه يسمع كلامك بس لكن مش يحبك بفلوس لذا نسوق إليك هذه الآيات الكريمة آيات جميلة جدا تحكي عن قصة سيدنا لقمان الحكيم مع ابنه وهو يرسم لنا طريقا أكيدا ليسودا بين الناس يعني الآيات يا جماعة بتقول لك ازاي تبقى سيد بين القوم بتوعك يعني ازاي تبقى شرف بين القوم بين القوم بتوعك طبعا آيات هي يا جماعة لكن الخط مش عاجبني قوي فأنا كتبتها هنا عشان دعف نحللها واحد ده ورا التاني طبعا أربع آيات بسيطة جدا وسهل جدا حفظهم ركزوا معايا جماعة وصلاة عن المساة أول حاجة يا بني إنها إن تكن مثقالة حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أول حاجة نمسك المعاني يا بني بني دي يعني يا جماعة بني لها تصغير كمة ابني بدا نقول يا ابني أقول يا بني اللي هي يعني ولدي طبعا ليه جبنا بني ليه ربنا سبحانه وتعالى البني خلو بالك يا جماعة لوقتي كمحمد مثلا لو هيندي مثلا أحمد الصغير فلما شقول يا أحمد يا أحمد دي ماشي أقول له يا ابني تمام هيجي عادي نعم قلت له يا بني بني دي اللي هو بدلعه فهمين زي كده بقول له يا أبو حميد بدلعه فينا يا جماعة لقمان لما ندى ابنه ندى بصغط التدليل يعني إيه بيدلله يعني بالآخر كده يا جماعة بيدلع اسمه بيدلعه فطبعا ده كله يدل على إيه يا جماعة يدل على الود والمحبة أنه بيحبه جدا عشان كده حتى بيدلعه وهو بينادي يا بني بني دي اللي هي ولدي وهي تصغير لكلمة إيه يا جماعة كلمة ابني تمام يا بني إنها إن تكن مسقال حبة من خردل إنها الها دي عيدة على إيه يا جماعة كلمة الها هنا اللي هو الضمير يعني إنها الها هنا عيدة على أعمال الإنسان يعني هنا يعني كأن لقمان بيقول يا بني إن أعمال الإنسان ان تكن مسقالة حبة من خردل يعني ايه الكلام ده يا جماعة مسقال يعني وزن مسقال يعني وزن طيب حبة يعني يا جماعة حبة عارفين زي ما قولك كده حبات رز عارفين الحبات هده رز نفس الكلام حبة ليه حبة يا صغننة جماعة ايه جماعة حب وجماعة حبات يا ابو نية انها ان تكن مسقالة حبة من خردل الخردل ده يا جماعة نبات عشبي نبات عشبي العرب عارفينه ايام زمان ما له بقى النبات ده يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الخردل الخردل يا جماعة بيتضرب به المثل في الصغر لما أقول لك قطعة خردل نقطة نقطة في بحر ده المقصود فهنا لو قمان بيقول لابنه أعمال الإنسان لو كانت صغنونة قوي لو كانت حباية خردل حباية الأز كده صغيرة ولو كانت في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يعني مهما تكون أعمالك صغيرة ربنا هيعرفها ده معنى الآية يا جماعة يا بني إنها إن تكون مسقالة حبة من خردل فتكون في صخرة الصخرة كلها عرفينها اللي هو حجر يعني أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يعني مهما تكون في أي حتة في العالم ربنا هيأتي بها هيأتي بها إن ربنا يعلمها ربنا هيحسبك عليها أي عمل صغير مهما كان هنا ولا هناك مستخب فوق ولا تحت ربنا برضو هيعرفها إن الله لطيف خبير ربنا لما تقول على ربنا سبحانه وتعالى إنه هو اللطيف اللطيف يعني عالم بصغار الأمور وعظائمها وخفاياها يعني ربنا يعرف كل شيء لطيف يعني ربنا يعرف كل شيء وخبير طبعا معنىها عالم بكل شيء فدي الآية الأول يا جماعة يا بني إنها إن تكون مسقالة حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض النتيجة يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لما نبص على مواطن الجمال أول حاجة يا بني طبعا ده أسطوب إيه يا جماعة أسطوب نداء يفيد التنبيه يعني التنبيه التنبيه دي لما مثلا فيه ناس قدامك كتير يعني سيقولهم أيها الناس اسمعوني يا بني يا ابني يا حسين يا إبراهيم لما تيجي ندع لحد عشان تنبيه ده اسمه أسطوب نداء غرضه التنبيه يفيد التنبيه تمام طبعا كلمة بني توحي بإيه عمل حاجة هو كلمة بني جاءت على صيغة التصغير زي ما اتفقنا إنه صغر بدأ مقول ابني البني ده يدل على إظهار الحب والحنان يدل على شدة الحب إيه الحب والحنان ده رقم واحد عندنا برضو إنها يا بني إنها طبعا لو بصنا هنا فيه اسطوب مؤكد بي يا جما اسطوب مؤكد بإن يا بني إنها إن تكن بسقالة حبة من خردل أول حاجة عندنا اسطوب مؤكد بإن طبعا ده رقم واحد رقم اثنين كلمة حبة من خردل كلمة حبة جاءت ناكرة ليه لما يقول لك كلمة دي جاءت ناكرة ليه عندنا ممكن يقول التعظيم وفيه ساعة التحقير وفيه التقليل نه بقلل منها وفيه الأموم والشمول فيه حاجة كتير على حسب السياق اللي عندك هنا بيقول لك لو هي كتحباية صغيرة طبعا ندل على إيه جاء ندل على التقليل يعني مهما كانت الحاجة اللي انت هتعملها صغيرة برضو ربنا هيعرف فكلمة حبة هنا ناكرة ناكرة ليه ناكرة للتقليل لأنها بتبين قد إيه لحاجة دي صغيرة طيام ده رقم واحد رقم اثنين يا بني إنها إن تكن مسقالة حبة من خردل فتكن فيه صخرة يعني الكلام ده يعني هنو لقمان بيقول لابنه لو انت عندك عمل صغير جدا قد حباية الخردل لأنها صغيرة كده ومش كده وبس ده انت كمان هتخبيها في صخرة تخيل هتخبيها جوه صخرة مدام هو خباها جوه صخرة ده يدل على إيه يا جماعة ده يدل على شدة الخفاء إنها مختفية إن هو يعني مفيش حد مستحيل يعرفه هتخيل كده لو انت قدر لك مثلا جنيه وصغير جدا وانت قطعت الجنيه لحيثت صغيرة ومش كده وبس وحطته جوه صخرة هل حد ممكن يجيبه لأ مستحيل خالص هنا بقى لو قوان بيقول لك لأ ربنا هيجيبه هيحسبك عليه كمان ربنا يعلم كل شيء يا جماعة المهم فتاكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض طبعا السماوات عكس إيه عمل حاج السماوات عكس الأرض أو ما تلاقي السماوات والأرض طبعا عرف ان هم عكس بعض بينهم تضاد يعني كلمتين عكس بعض تمام هي بنائة انها تكون بسقالة حبة من خردل فتاكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لو بصينا يا جماعة إن إن اللي عليها سكون دي لما تلاقي إن اللي عليها سكون مع إن عرف إن أداة شرط زي إن تنجح إن تنم مبكرا تستيقظ نشيطا كده ده اسمه إن الشرطية ده أداة شرط فهنا إن أداة شرط تكن ده فعل الشرط تكن ده إيه عمل الحاج تكن ده فعل الشرط طيب فين جواب الشرط يا جماعة يا بنية إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض إيه نتيجة بقى يأتي بها الله ده جواب الشرط ويعرف عطونا جواب الشرط بيكون نتيجة لما قبله جواب الشرط يا جماعة بيكون نتيجة لما قبله يعني لوقتي اللي قوان بيقول لو هي كانت هنا أو هنا أو هنا النتيجة برضو ربنا هي لقيها دي جملة عبارة نتيجة لما قبلها نتيجة لما قبلها أخذها قاعدة مني أي جواب شرط بيكون نتيجة لما قبله طيب ده رقم رقم اتنين هتلاقي ساعات الآية مكتوب بطريقة تانية يا جماعة ملحوظة مهم يا بنية إنها إن تاكو هتلاقي مثلا مكتوب معنا في الكتاب تاكو وسعب تكون تاكو طب إيه صح الاتنين صح هي تاكو أو تاكو طب لو كتبناها تاكو كده المقصوب بها هي هي تاكو بس هنا حزفنا النون للتخفيف المهم بعد كده عمل حاجب يقول لك يا بنية أنت كمسقر لحبة من خردة فتاكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله آخر من الحفوظة ممكن أقولها إن الله لطيف خبير طبعا ده أسلوب مؤكد مؤكد بإيه مؤكد بإن إن الله لطيف خبير تمام وطبعا أي لفظ يعني ما أقولك مثلا أوصف ربنا إن هو اللطيف أوصفه إن هو الخبير أقولك هي ناكرة ليه طبعا ناكرة للتعظيم وانت مغمض لما توصف ربنا سبحانه وتعالى بأي صفة أعرف هتون أنها ناكرة للتعظيم تمام ده بالنسبة يا جماعة ده بالنسبة للآية الأورنية نخش على الآية التانية يا بني برضو نفس الكلام بني بيصغره لو بصينا جماعة بيصغر ابنه يا بني أقم الصلاة أقم إيه أقم الصلاة أقم الصلاة مش معناها صلي لأ معناها قدي الصلاة بخشوع أقم الصلاة إقامة الصلاة جماعة غير الصلاة نفس الى وقالك صلي يعني صلي عادي في أي وقت إنما أقم الصلاة يعني خليك خلي الصلاة بقعتك متقنة حاجة متقنة كده يا بني أقم الصلاة فأقم هنا معناها أدي الصلاة في وقتها بخشوع مش تقديها بس لا تقديها بخشوع يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف الأمر بالمعروف يعني يا جماعة الامر المعروف يعني نعمل الحاجات الكويسة يعني مثلا لو محمد ماهر قالك قم صلي انهى عن المنكر انهى عن المنكر يعني ادعو الناس الى ان تبتعد عن المنكر يعني اقول الناس انك تبعد عن ايه يعمل حاج المنكر. طب ايه هو المنكر؟ المنكر هو الأمور السيئة. بالاخر كده. المنكر معناه الأمور السيئة. أي حاجة قبيحة سيئة وحشة حرام مثلا. كله بنسميه منكر. جمع المنكر المنكرات. جمعها برضو مناكر عشان ما تتلخبطش بمناكر دي. مناكر جمع منكر. ومنكرات برضو. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. واصبر على ما أصابك. يعني أصبر على أي حاجة تصيبك. أصبر يعني أصبر يعني تحمل تجلد يعني خلي عنك صبر كده. على أي حاجة تصيبك. إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور يعني الأمور اللي واجب عليك. يعني ربنا هنا بيقول لك الحاجات دي واجب عليك. أنت يجب تعمل كده. يا بني أقم الصلاة وأمر معروف هنا مجر واصبر على ما أصابك. طبعا يا جماعة هنا في الآية. إيه اللي بيحصل؟ لقمان هنا بينصح ابنه. بينصحه برقم واحد هو يواظب على الصلاة. رقم اثنين هو يدعو الناس للخية زي ما احنا شوفنا. ورقم ثانين هو ينهي الناس عن المنكر. ورقم اربعة ان هو يصبر على كل أذى. والأمور دي او الوصاية دي من الحاجات اللي هو لازم يعملها. كل ده من عزم ايه من عزم الأمور. طبعا لو بصينا على مواطن الجمال يا بني زي ما قلنا طبعا الأسطوب النداء غرض التنبيه ويوحي بشدة الحب. نفس الكلام. طب لو قالك هو ليه كرر النداء. لو بصينا نداء تكرر أكتر مرة. هنا كرر النداء لحاجة جميلة جدا من سماعها تجديد نشاط السامع. يعني انت لو انت بتسمعي دوقتي ان عايز يفوقك فبجدد نشاطك كل شيء سيقولك اصحب ركز معي. فبنادي عليك مرة والثانية والثالثة اسمه تجديد نشاط السامع. طيب. عندنا اقم اهمر ومعروف انهى عن بنصيبة كلمة المعروف غير كلمة المنكر للعكس كما هنال اقم الصلاةนนالو يعنى من كأسابك كلمة افعال عمر زي ما اتفقنا اسلوب إنشاية اسلوب إيه اسلوب أمر واسلوب الأمر هنا غرضه أيه غرضه الحث والنصح والإرشاد لما تلاقي الكاتب أو تلاقي يعني اللي ما سوى بس هنا الآيات أو تلاقي النص اللي عندك درس القراءة أي أن كان فيه أمر والأمر ده بينصحك بحاجة يعني صلي إنهى على المنكر اصبر اعمل إيه اعمل إيه كله فيه نصيحة ليك أعرف عطوله أن غرضه أيه غرضه بنسميه الحث والنصح والإرشاد تمام سؤال جميل جدا بييجي في الامتحاد يقول لك لماذا يعني بدأت الآيات بإقامة الصلاة ليه الآية بدأت بإقامة الصلاة بدأتش بحاجة تانية لأن الصلاة جماعة هي عماد الدين الصلاة هي أساس الدين من غير الصلاة معلش يعني أي حاجة تانية تعملها في حياتك ما لقاش أي لازمة أم حاجة الصلاة فده لقم واحد طيب لقم اثنين سؤال تاني جميل جاه بعد الأمر عروفنا يا منك إيه ده هو أنا لما أمر بمعروف وانهى الناس عن المنكر هل أنا محتاجة أصبر آه محتاج تصبر على إيه محتاج تصبر على الأذى لما تقول لحد ما تشاربش السجير أو تقول لأخوك الصغير قوم أقرى القرآن أو تقول المشعف للشخص ده يعمل كذا وأنا معملش كذا بطريقة محترمة وجميلة كده برضه فيه ناس هتتدايق منك عشان كده ربنا بيقول لك الوقمان طبعا بيقول لما أصبر سيدنا محمد لابنه لازم تصبر عن الناس دي عشان فيه ناس هتدايقك كتير وفي الغالب يعني فيه مشقة أو فيه تعب بييجي بعد ما تأمر معروف أو تنهى عن إيه أو تنهى عن المنكر تمام واصبر على ما أصابك لما تلاقي ما معنى كلمة اللذي أعرف الناس ما الماء الموصولة بنسميها ماء الموصولة يعني ممكن أقول لك واصبر على اللذي أصابك واصبر على ما أصابك يعني ممكن في غير القرآن واصبر على اللذي أصابك فينا ما المقصوب بها يا جماعي أي حاجة تصيبك فينا طبعا ما تفيد تفيد العموم والشمول أي حاجة تصيبك بقى حلوة وحشة أي حاجة تصيبك لازم تصبر إيه تصبر عليها في الآخر إن ذلك من عزم الأمور طبعا ده أسطوب مؤكد بيه أسطوب مؤكد بإن ذلك من عزم الأمور تمام طبعا قلنا أقم الصلاة أحسن بكتير من صلي عشان بتدل طبعا على إقامة الصلاة كاملة بخشوع تمام نخش على الآية البعض آية سهلة جدا ولا تصعر خدك للناس تصعر خدك الناس ده تعبير على بعضه معناه إيه يا عم الحاج ده واحد يصعر خده للناس يعني واحد يتكبر عن الناس فينا الباب يقولك ولا تصعر خدك الناس يعني لا تومي لوجهك تكبرا على الناس ما تتكبرش ما تتكبرش على الناس لا تتطاول على الناس طيب وهتصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة مرح مش مقصوب بها فرح يعني فرحان لا المرح المقصوب بها الكبر هنا لقمان بيقول لابنه ما تتمرحش في الأرض يعني إيه ما تتكبرش في الأرض امشي بالراحة إيه ده شوية انت إنسان عادي مخلوق من طين إن الله لا يحبه كل مختال فخور المختال ده لهو متكبر المغرور طبعا عكسه المتواضع الفخور طبعا لهو مين برضو لهو متكبر أو المباهي واحد بيباهي بالناس يقول لك إيه أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا ده اسمه برضو إيه اسمه متكبر برضو عكسه متواضع طبعا هنا النصيحة سهلة جدا بينصحه إنه هو اللي ما يتكبرش على الناس وبينصحه برضو إنه هو لا يسير مغتر بين الناس يعني يمشي كده متواضع بين إيه بين الناس طبعا لو بصلاح مواطن الجمال لا تصعر خدك ده أسطوب إيه يعني الحاج ده أسطوب نهي برضو غرضو إيه أو يفيد إيه يفيد النصح والتحذير يفيد النصح هنا بينصحك بيقولك ما تعملش كذا عشان بينصحك وبيحذرك في نفس الوقت ماشي ده رقم وحي لا تصعر خدك ما قالكش مثلا لفلان ولا علان ولا أحمد ولا حسيني قالك للناس كلهم طبعا كمية الناس تفيد إيه تفيد العموم والشمول يعني أي حد أي إنسان صغير كبير بازم إيه لازم ما تتكبرش عليه تمام عندنا برضو ولا تمشي في الأرض مرح برضو لا تمشي في الأرض مرح ده اسمه إيه يعمل حاج ده اسمه أسطوب نهي يفيد برضو النصح والتحذير بينصحك وفي نفس الوقت بيحذرك أنت تعمل كذا وفي الآية عندنا إن الله لا يحبه كل مختل فخور طبعا ده أسطوب إيه أسطوب مؤكد بإنه تمام آخر آية عندنا يا جماعة وقصد في مشيك يعني اعتدل في مشيك يعني بالآخر كده امشي متوسطة طرية متوسطة ما تسرعش قوي وما تبطعش قوي لا امشي عادي جدا ماشي اقصد في مشيك ده كلمة اقصد بعدها ايه كمان واغضض من صوت اغضض معنا أخفض من صوتك يعني وطي صوتك شوية اخفض من صوتك طبعا عكس اخفض من صوتك ارفع صوتك يعني ارفع صوتك شوية تمام إنه أنكر الأصوات ده صوته الحمير أنكر أن أقبح فهنا يقول لي أنكر أصوات صوت الحمير الصوت العادي صوت الحمار صوت وحش فخلي صوتك دايما يعني منخفض ما تعالي صوتك قوي يختتم لقمان النصيحة بإيه يعني الوقت الخاتمة ايه دي خاتمة النصايح بيقول ليه في الآخر توضع في المشي بتاعك ما تمشيش بطريقة فيها كبر ورقب اتنين وطي صوتك شوية لو أخفض صوتك او أخفض من صوتك لو بصينا عن مواطن الجمال عندنا اقصد طبعا ده أسطوب ايه هم الحاجة ده أسطوب امر طبعا يفيد أيه جماعة يفيد النصح أسطوب امر يفيد النصح . والارش Death تمام ده رقم واحد ايه كمان عندنا أخذر من صوتك ده بردو أسطوب امر يفيد ايه يفيد الحاس والنصح والارشات زي ما اتفقنا أسطوب امر يفيد النصح والارشات في الآخر ان انكر الاصوات لصوت الحمير طبعا هذا اسدوب مؤكد بان ان انكر الاصوات لصوت الحمير طبعا هنا صورنا الصوت المنكر بصوت الحمار طبعا ليه يدل على شدة قبح هذا الصوت ان الصوت قبيح جدا تمام جدا برضو لو بسينا على الجملة الليل يقولها عليقيتها تعليل بالقبلايه يعني ركز معي الاية بتقول اقصد في ماشيك واخذت من صوتك ليه LEان انكر اصواتها صوت الحمير عشان او هى الصوت هو صوت الحمار لما تحطه عشان في اي جملة كده بين جملتين وتلاقون جمله مشيت عادي اعرف فى صاعتها ايه اعرف فى شّارة انه تعليل لما قبلها يعنى الجمله ه meille قدها تعليل لذلك اقصد في ماشيك واخذت من صوتك ليه�� عشان انكري اصواته واصوت الحمير تمام جدًا يب BETى تي عاليل له ما قبلهاüber whilst we all eat يا جماعة الآيات آيات سهلة جداً وبسيطة ما فيهاش صوبة لو بصينا على كتاب مدرسة هنا كان كاتب إيه ده مجرد المعاني المهمة هنا بيقول لك اللهم صلى الله عليه وسلم أراد سيدنا لقمان أن يرسم ابنه طريقة للنجاح في الحياة بامتلاك قلوب الناس إزاي يملك قلوب إيه يا جماعة قلوب الناس عشان كده بيين له بعض السلوكيات بل يسكر له في أول الأمر أن الله سبحانه وتعالى أول حاجة ذكره ونبهه أن ربنا سبحانه وتعالى هيحسبنا على كل فعل وكل قول أي حاجة بتعملها صغيرة أو كبيرة ربنا هيحسبك عليها وطبعاً وليه ذكره ده يا جماعة ليكون لدى ابنه السبب قوي للالتزام بالأفعال والسلوكيات يعني هو قال له الجملة دي في الأول أن ربنا عارف كل حاجة عشان ينبهه عشان ابنه يلتزم فعلاً بالحاجات المهمة المفروض يعمل ويكمس إن لقمان وصياته لابنين موضحاً أن الصبر طبعاً أول حاجة نصحه إن هو يقيم الصلاة المعروف وإنها المنكر وإن هو يصبر ويتحمل الشدائد ويتحمل الصعاب وكل الحاجات دي عشان يتعامل مع إياه جماعة ويتعامل بحكمة في شتى أمور حياته ثم يخبر ابنه بأن التواضع مع الناس وعدم التكبر يضمن محبة الناس ومتنقلوا لو توضعت ليهم الناس هتحبك وكمان ربنا بيحبش كل متكبر وفي الآخر طبعاً قال له إيه لازم تكون مؤدب في الحديث مع الناس عشان كده قال له صوته لازم يكون مسموع ومش عالي لا صوته يكون ايه عادي عادي مش عالي ما يبقاش زي صوت الحمار صوت الحمار طبعاً بيكون مزعي جداً ما فيش حد عايز ايه عايز يسمعه طبعاً دي موضع الجمال اللي احنا قلناها قلناها من النقط اللي فيها وبكده جماعةكم خلصنا بإذن الله حلقة النهاردة وبإذن الله في حلقة نكمل بقيت التدريبات هنحل جماعة تدريبات كتير على الدرس ده بحيث نمسكه خالص ونكون يعني متقنين جداً للدرس ده ما تنساش تتابع معنا على القناة واتبعت الفيديو لكل صحابك سبحانك اللهم وحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته